بعد أربعة أيام على حادثة إطلاق النار بين مصر وإسرائيل مناعي نظام السيسي رسمياً الشهدين يلي قتلتهم إسرائيل على معبر رفع ناعت مصر شهيد واحد ما قالت شو اسمه حتى بس عرفنا من الإعلام المستقل ومن أهله إنه هو المجند عبدالله رمضان هيده أربع نقاط عن كيف توطأ السيسي مع إسرائيل بهيد الحادثة لتبرئتها ولف لفيت القضية واحد جنازة عبدالله رمضان بمحافظة الفيوم صارت ركض بركض لف نعشه بالعالم المصري من دون أي مراسم عسكرية ولا حضور رسمي كان مفروض على الأقل يواكب شهيد من الدولة سقط على الحدود بوجه إسرائيل اتنين نظام السيسي بوسائل إعلامه ومصادره نكر سقوط شهيد تاني من الجيش المصري برفع هذا الخبر العاجل حيتؤكد مصدر أمني مصري بأنه لا صحة طالما تم التدوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استشهاد جندين آخر في حادث الحدود برفع بس الفيوم كذبت السيسي ونظامه وشيعت شهيد التاني المجند إسلام عبد الرزاق يلي مشي نعشه من دون حتى علم مصري ثلاثة اضطر نظام السيسي يعترف بوقوع أطلاق النار مع إسرائيل برفع بعد ما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية الخبر بس راح باعترافه لتبرئة إسرائيل بشكل مباشر من الحادث تشير إلى إطلاق النيران بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلية وعناصر من المقاومة الفلسطينية أدت إلى إطلاق النيران في عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصرية باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر نيران أربعة أعلن جيش المصري التحقيق بالحادث وحب النظام أنه ما يستبق هذه التحقيقات يلي مش راح تصير وما يتهم حدا كأنه مش جنود مصريين اللي استشهدوا والجريمة ما صارت على حدوده وأرضه عادة الأنظمة العسكرية تستغل هيك مناسبات لتفرض قوتها على شعبها أكتر بس نظام السيسي أوضح بخياراته عم يثبت لنا أنه مش بس متواطق مع اسرائيل على قتل الشعب الفلسطيني وحصاره بس كمان متواطق معه بقتل المصريين موسيقى